بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته هل يتحمل أصحاب السقيفة والشورى مسؤولية قتل الإمام الحسين؟ في الحقيقة هذا سؤال يعني عجيب وغريب ولكن البعض ممن يحاول يعني الدفاع عن إمام الحسين أو التعاطف مع إمام الحسين أن يقوم بهذا التحليل المقلوب لقصة كربلاء في قصة كربلاء في نقاط إيجابية كثيرة يمكن أن تستفيد منها الأمة الإسلامية اليوم وأيضا في البعض يحاول أن يقلب هذه الأمور الإيجابية إلى نقاط سلبية ليجعل منها أقدى بين المسلمين ومحاولة للرجوع إلى الوراء والانحطاط في المجتمع الإسلامي بدل ما يستفيد من هذه القضية في التقدم نحو الأمام نحو إقرار العدل والحرية والمساواة والشورى أي الديمقراطية في هذه المجتمعات هو بالعكس يحاول أن يقرأ كربلاء بصورة معكوسة بحيث لا يستفيد هو منها شيئا وبالعكس يتسبب في تأليف أو زرع أقدة بين المسلمين لذلك لا بد أن نتوخى الدقة في قراءة كربلاء من النقاط المهمة الإيجابية هي أن كربلاء حالة مستمرة لأنها تواكب قضية مستمرة في العالم الإسلامي يعني هناك حكام استولوا على السلطة ويستولون على السلطة بالقوة والإكراح ولا يسمحون بأي معارض ولا يسمحون حتى بأي محايد لا يبايعهم يجبرون الناس على البيعة والخضوع والخنوع لهم وهم قد استولوا على السلطة بصورة غير قانونية بصورة غير شرعية فالإمام الحسين خرج لكي يتحدى هذه السلطة واليوم لو خرج الإمام الحسين في هذه البلاد الدكتاتورية المستبدة لقتلوه وحاربوه وقضوا على أولاده وأبنائه وأصحابه كما يفعلون اليوم فإذن قضية كربلاء فيها جانب حضاري مهم جدا وهو مكافحة الاستبداد مكافحة الطغيان مكافحة الاستلاع على السلطة بالقوة قول لا لهؤلاء الطغات الذين يأخذون البيعة بالقوة والإكراح إذن وهي عملية كانت تنطوي على عملية ديمقراطية على الشورى يعني إذا قرأنا كربلاء أن أهل العراق أهل الكوفة ومن ولاهم يعني شرق العالم الإسلامي الكوفة كانت عاصمة الشرق الإسلامي فهذا النصف الأكبر من المسلمين الذين رفضوا الخضوع لبيعة يزيد بالقوة والإكراح وكتبوا لإمام الحسين أنه أقدم إلينا فليس علينا إمام نحن لا نطيع يزيد وننتخبك انتخابا حرا طوعيا وهكذا استجاب لهم الإمام الحسين ولكن حدث انقلاب أموي يزيد على السلطة في الكوفة وأدى ذلك إلى قتل الإمام الحسين فإذن عملية كربلاء هي فيها مضامين حية أصرية مضامين ديمقراطية في مقابل الاستبدال ونحن إذا ركزنا على هذه النقاط سوف يستفيد العالم الإسلامي كله من قضية كربلاء ولا تعود قضية الحسين أو قضية كربلاء محصورة بالشيعة وبعض المتطرفين أو الحشويين أو المغالين الذين يقومون بأعمال مثلا البكاء واللطوم والتطبير وبعض الطقوس العجيبة الغريبة لا تبقى قضية كربلاء قضية إنسانية عالمية حتى غير المسلمين يمكن أن يستفيد منها أنه في فجر التاريخ قبل 1400 سنة حدث انقلاب على السلطة حدث استلاع على السلطة بصورة غير شرعية فخرج ابن بنت رسول الله لكي يتحدى هذه السلطة الظالمة التي كانت تحاول شرعنة أملها كما يحاول الآن الحكام المستبدون ولا أريد أن أذكر أسمعهم فأنتم تعرفونهم جميعا هنا وهناك يحاولون أن يستولوا على السلطة بالقوة ويقمعون المعارضين أي واحد يعارض فمصيره السجن أو القتل أو الإعدام أو التعذيب أو هو عائلته وكل شيء حالة موجودة يزيد لم يقتل لم يموت في التاريخ يزيد ظاهرة مستمرة معاصرة اليوم والحسين أيضا في مقابل يزيد ظاهرة وخط مستمر في مقاومة الاستبداد والطغيان هذه نقطة إيجابية ولكن البعض لا أعرف لماذا حتى بعض الذين يدعون الثقافة تراهم يرددون هذه الأساطير وابتدأ هذا الشيء يعني من القائلين بنظرية الإمامة الذين قالوا بالنص الإلهي على الإمام علي وعلى أمة أهل البيت وقالوا أن لهم حق بالخلافة ثم نظروا بصورة سلبية إلى عملية الشورى وعملية السقيفة عملية السقيفة كانت في خط الإمام الحسين لأنها كانت وقامت على أساس الرضا والانتخاب والتوافق بين المسلمين ففي البداية اتفق المهاجرون والأنصار في سقيفة بني ساعدة ورشحوا أبا بكر للخلافة فجاء إلى المسجد ولم يفرط نفسهم بالقوة لأنه لم يكن يمتلك قوة والقوة كانت في جانب آخر المعارض له عند الهاشميين وعند الأمويين وبايعه المسلمون طواعية ثم هو عين أبا أمار ثم الشورى الستة يعني لم تكن عملية الشورى مثالية لأنها كانت اجتهادات آنية وفردية لم يكن هناك دستور واضح مفصل يرسم كيفية انتقال الخلافة وحقوق الحاكم وحقوق الناس وما إلى ذلك من قضايا دستورية ولكنها بصورة عامة كانت انتخابات طوعية يعني الحاكم ينتخب بصورة طوعية ثم حدث انقلاب انقلاب معاوي ابن أبي سفيان على مبدأ الشورى عندما عين ابنه يزيد بالرغم من كل المسلمين ومن قادة المسلمين الإماميون لأنهم كانوا يؤمنون بالنص ويؤمنون بالوراثة فلم تعجبهم نظرية الشورى وبدأوا يحاربون الشورى وقالوا لا ان العمل انقلت الحسين كان بسبب الشورى بسبب السقيفة والذين لم ينتخبوا الامام علي لم يبايوا الامام علي في اول يوم بعد وفات الرسول ولجأوا الى السقيفة ومارسوا الشورى ثم الشورى عدت الى سلسلة من الاحداث الى ان يعين الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه يزيد ابن أبي سفيان والئ على الشام وعندما مات عينة مكانه معاوية ومعاوية هو الذي قام بالانقلاب فاذا امر يتحمل المسئولية والسقيفة تتحمل المسئولية واهل الشورى يتحملوا المسئولية هذا تحليل معكوس مقلوب لانه القراشيون امر يعني ليس باختيار عين يزيد او عين معاوية يزيد ابن أبي سفيان اقصد او معاوية لان القراشيين هم الذين قادوا حروب الردة وهم كانوا قوة على الارض موجودة وبالتالي اصبحوا هم الحكام والولاة وبعد ذلك جاء عثمان ايضا كرس هذا الوجود الاموي لانهم كانوا يعني في السلطة موجودين عموما حدث انقلاب على الشورى ولو كانت الشورى مستمرة والقبول بمبدأ الشورى ومبدأ الاختيار وعدم فرض الحاكم نفسه بالقوة والارهاب لكان الامام الحسين قدم نفسه الى المسلمين ومسلمين انتخبوه وكان هو اصبح الحاكم لانه الامام الحسن انتخب من قبل اهل الاراق يعني من غالبية الامة الاسلامية في تلك الايام من اهل الكوفة ليس فقط من اهل الكوفة والاراق والامام عندما تنازل الامام الحسن عندما تنازل عن الخلافة لمعاوية اشترط عليه أن تعود الخلافة إليه أو إذا كان هو ميت تعود شورى ولكن معاوية غدر وخان ولم يلتزم بهذه الشروط وأعلن في الأول يوم يعني اشترط عليه الحسن الشروط وهي تحت قدمي في الكوفة أعلن في خطاب له تحديه لكل هذه الشروط لأن ما كان عنده قيم ولا أخلاق إسلامية ولا التزام بشيء كما يفعل الحكام اليوم في كل مكان فلو كانت الشورى موجودة كما نص عليه الإمام الحسن بعد وفاة معاوية كان المسلمين اجتمعوا قادة المسلمين كبار المسلمين وأفضل واحد انتخبه هو الإمام الحسين كما انتخبه أهل العراق فالانقلاب على الشورى هو الذي أدى إلى قتلة الحسين يجيك واحد يقول لك لا الشورى هي التي قتلت الحسين طيب ش تحصل من هذا الكلام إذا قلت الشورى أنت الآن اتهمت كبار الصحابة واتهمت الخلفاء الراشدين بأنهم هم انقلبوا على الشورى طيب وبعدين الآن ش تحصل يعني هل تعيد الخلافة لأهل البيت أهل البيت غير موجودين أنت يهمك اليوم في الصراع المحتدم الدائم بين المستبدين والطغاة والمحتلين والمستعمرين وبين الشعوب التي تطمح للحرية والعدالة والشورى والديمقراطية يجب أن تستفيد من النقاط الإيجابية لتعزيز قدرة الشعوب لتعزيز خيار الشعوب في الحرية والديمقراطية لا أن تقرأ القراءة عبثية تاريخية وهمية قراءة خيالية أن النبي نصه على الإمام علي وبالتالي سرق الخلافة من عنده وبالتالي أدى ذلك إلى مقتل حسين هذه قراءة يعني تاريخية عقيمة لا تقدم شيئا إيجابيا للناس لذلك على كل مثقف وعلى كل مفكر وعلى كل عالم أن يتخلى عن النظريات الوهمية في قراءة التاريخ وفي تحليل التاريخ وإذا كان لا بد أن يستفيد من هذه القضية قضية الإمام الحسين فليستفد استفادة إيجابية لا تشكل أقدة الآن بين المسلمين يعني عندما أجي أنا وأقول أن أهل السقيفة هم الذين تسببوا بصورة غير مباشرة طبعا ما كان موجود لا أبكر ولا عمر في أيام كربلاء تسببوا بصورة غير مباشرة طيب وبعدين ماذا أستفيد سواء أزرع الحكد والعداوة في قلوب الناس وأبعدهم عن إمام الحسين الناس عامة المسلمين الذين يقدرون أما بكر وعمر وأمنون بالشورى أنت يجب عليك أن تعمق مبدأ الشورى الذي مارسه أهل الكوفة في دعوتهم للإمام الحسين دعوة ديمقراطية حرة باللغة الحديثة لذلك أنا أؤكد أنه في قضية كربلاء فيها نقاط إيجابية وأهم نقطة هي نقطة الشورى والسلمية الإمام الحسين لم يستخدم العنف لم يستخدم السلاح ضد بني أمية إنما بصورة سلمية فقط دافع عن نفسه في كربلاء فقط دافع عن نفسه ودافع أصحابه عنه وقال هيهات من الذلة وأباء يبايع بخنوع وذلة ليزيد الآن نحن نحتاج إلى هذه السيرة نحتاج إلى هذا المنهج وهذا الخط المنهج السلمي الديمقراطي في مقابل أيضا هناك من يستخدم العنف والإرهاب لتغيير الأنظمة أو تغيير حتى الأنظمة الديمقراطية يثور عليها وينقلب عليها حتى يقيم مثلا خلافة أو يقيم حكومة إسلامية كما يدعي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة